هنروح لقرأة شباب سلة اليد بالموندان تعرفين السنة اللي فاتت شباب السلة تحت 19 سنة فازوا بطوط أفريقيا تعاملت فين؟ تعاملت في مداشكر وكان بيقود المنتخب الكابتن الكبير كابتن عمرة بالخير الفريدة بيدوم عدد كبير من النجوم نجوم صغيرين الحقيقة أولا الفريدة كان فيه 6 من الأهلي كان فيه 6 من الأهلي طبعا على قصوم سيف هنداوي ولسه بقول سيف هنداوي اهو سيف هنداوي بيبو زهران بيلعب في جامعة دلوقتي عندك كمان علي وحيد كريم حاتم اهو 6 لعيبة وفيه كريم كمان بس مش فاكر كريم مين وكان مجموعة 6 لعبين من الندي الأهلي كان من الأصل 12 لعيب نص الفرقة كان من ندي الأهلي قرأت كسر على مقاعتنا في مجموعة بيقولوا مجموعة بالسهلة بس حقيقة شايفها مجموعة متازنة وقعت مع مين مع سربيا اليابان البرازيل انت اسهمك علي ان تكسب اليابان لو شفنا المجموعة التانية هتعرفوا ان المجموعتنا ده المنتخب طبعا فيه بطولة مضغشقر اللي فات طيب مين بيتولى المسؤولية دلوقتي بمش كابتن عمرا بالخير مدرب كندي على ما اتذكر او سربي المهمة هي هو اللي هيمرن الفريق ده او هتولى قيادته فيه كأس العالم طيب نستحضر مع بعض كده التلات مجموعة التانية احنا قلنا مجموعة مصر بيابان البرازيل المجموعة الاولى كندا فرنسا الصين اسبانيا ضرب نار انت عندك كندا وفرنسا والصين واسبانيا مطشاط جامدة جد لو كنت وقيت في مجموعة زي دي كنت يعني هتبقى صعبة جد المجموعة التانية لبنان الولايات المتحدة الامريكية مدغشكر سولفينيا المجموعة دي برضو يعني جميلة جد بس برضو انت هتلعب هنا في المجموعة دي على التالت نفس وضع مصر ما انت ممكن تكسب عادي جدا اليابان اليابان مش صعب على فكرة انا لعبت قبل كده قدام اليابان دائما مطشاطهم ما بتبقاش صعبة بيقوش طوال القامة بيقوص راعة بس بيقوش طوال القامة طيب عندك المجموعة الرابعة الارجنتين كوريا المجر تركيا ضرب نار مجموعتنا متازنة كويسة طبعا انت لو خدت اول او تانية هتبقى عملت انجاز كبير لو خدت تالت برضو زي الفل لما فيش مشكلة خالص هتبقى انت نطيت في جدول الترتيب اربع مراكز يعني انت لو خدت تالت في ايفا مجموعتك هتبقى سبقت الاربعات اللي في كل المجميع التانية وممكن يعني تخش كده مثلا في الاثناشر من التاسع للاثناشر يعني لو طلعت التالت فانت هتلعب من التاسع للاثناشر طيب دخلت من التاسع للاثناشر لو ضربتلك فرقة من الفرقة او فرقتين من التوالد اللي انت هتلعبهم تاخد تاسع تبقى عملت انجاز وانا شايف دي حاجة كويس عملنا انجاز او عملنا حاجة زي كده السنة اللي فاتت برضو تقريبا مع كابتان عمرو بالخير في المنتخب خدنا تاسع يعني تاسع يا عشر لو مش متذكر بس عملنا الانجاز ده السنة اللي فات محتاجين بقى نركز مع منتخب مصد كبير ليه لا اما نحلمش يعني احنا في مجموعتنا سربيا اليابان البرازيل طبعا سربيا نوي سربيا حاجة يعني سربيا بتيجي بطل اوروبا في السنة ده ليه ما نكسبش في البرازيل ليه البرازيل جامدة في البسكت على فكرة بس ليه ما نكسبهاش نكسبه يعني لو انت في مرة قدرت تاخد تاني مجموعتك انت ممكن تخش في الخامس السادس السابع خصوصا ان انت عندك مثلا بتاع اربع لعبين في الجامعات او خمس لعبين في الجامعات من الفريدة جامعات امريكا وعندك لعيب في الـ NBA Academy فعندك لعيب تقدر والله انا شايف يعني اتصور ان تموح الراجل انه هو يروح يكسب البرازيل ليه لا ويتعمل له معدات كويس ويحمل له احتجاج كويس وانا بالعكس انا ادور على الفرق لشكل البرازيل يعني انا ادور على الارجنتين لأ ارجنتين ما تأهلتش شكله ما يتأهله في المجموعة الرابعة طب ما هي في المجموعة الرابعة الارجنتين روح لعب الارجنتين هي بتبقى نفس المدرسة ادور على الارجنتين فيم في العالم يا جماعة انا عايز العبكو تبتعالي اننا لعبنا في اسبانيا عندنا معاصق يعني ادور يعني ممكن تيجي كده فمهم جدا ان احنا يبقى عندنا طموح نكسب البرازيل وعايز اقول لكم برضو على المنتخب الكبير لما ارعته هتتعمل اه المستويت بتبقى فرق كبير بس ليه ما نحلمش ليه ما نقولش ان احنا ممكن نكسب فرقة او اتنين او اتنين الحقيقة دي كده اخبارنا خلصت بس الحقيقة يعني احنا كان فيه مباراة امبارح او امبارح كانت يعني دي يمكن سريعا كده قبل مطلع الفاصل كانت مباراة الاهلي والتحاد سكنداري في كرة السلة ونادي الاهلي لم يوفق وكانت امبارح يا جماعة اول امبارح انا ااسف انا ااسف كانت يوم الاتنين لم نوفق وابقينا طبعا في التاني انا عايز بس اوضع حاجة للسادة المتشاهدين اول زي تاني مش فرقة حاجة يعني الهزيمة مش مؤسرة عليك في مشوارة الدورة طيب ايه اللي انت استفدته استفدت حاجات كتيرة جدا اولا مستر اجوستي بوش ما بيلعبش المباراة دي عشان يقاتل على المكسب عشان يقاتل على المكسب خالص هو بيلعب وبيحاول انه يجرب تبديل وتوفيق عشان يوصل لاحسن تشكيل ويوصل به للاحسن احنا جايين عالجد فما عادش وقت يجرب فدي كان اخر مباراة قوية برا ملعب ويقدر يجرب الحاجة التانية انا سامع يعني اخبار انا ما عنديش معلومة يعني ولكن انا سامع اخبار دي امنية ليا كمان انه الحقيقة في الفاينالز الاتحاد يحاول يجيب حكام اجانب مش عيب ومش غلط السنة اللي قبل اللي فاتت لما يجوم حكام اجانب كانوا على فكرة حكم منهم حكم السنة اللي فاتت اه السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت انا اسم السنة اللي قبل اللي فاتت ما جابش السنة اللي فاتت جاب حكم من لجوم مصر هنا حكم نهاية كاس عالم فإذاً بيجوا أقليف العالم وما كانش عليهم أي تعليق كان بيبقى فيه أخطاء ولكن ما كانش عليهم أي تعليق أنا نفسي الحقيقة أنا بتكلم على أمل شخصي يا جماعة أنا ما بتكلمش على يعني لسان فريق السلة خالص أنا بقول أنا كمشجع نفسي أشوف حكام نهاية فريق خاصة خاصة أن المستوى السنة دي أعلى من السنة اللي فاته سواء عندنا في النادي الأقلي أو عندنادي الاتحاد سكندر نادي الزمالك اللي إحنا الناس قالت لك لا أو ده مش هيوصلوا بتاع نادي الزمالك النهاردة التالي الناس قالت نادي الزمالك وبتاعشان كده اللي بقول ما تتكلمش عن يعني عن مين عنده ظروف ومين ما عنده الظروف الملعب أنت في الملعب تؤدي فرقة ناقصة هي لعيبة بالعكس فرقة ناقصة لعيبة يعني مش ممكن يعني أنت ما تحسبش دي أصلا ولا موجودة في حساباتك أنت الملعب هو الفايصر فإذا النهاردة الزمالك الثلاثة الجزيرة وارد جدا تخش ده بقى فإذا المستوى عالي طب ليه ما نجيبش حكام أجاد أنا سامع وبتمنى أن احتمال يكون في حكام أجاد وأتصور أن دي هتبقى رغبة الفريقين يعني ممكن الاتحاد والقليل بس أنا مش عايزبها لرغبة حد بالأندية لازم تكون دي رغبة الاتحاد وهيفرق جدا لأن أنا سامع أنه احتمال يكون بيستو في سيفن فإحنا بنتكلم في عدد مطشط طويل ويا سيدي شوف أنت بتجيب الحكام دي إزاي هل هتحملها على الأندية هل أنت هتجيبها يعني بتبقى الدنيا حلوة خاصة النادي الاتحاد النهاردة جاء لي أخبار أنه تعاقد مع بوينجارد قوي جدا أمريكاني أنا بس مش فاكر اسمه بوينجارد يعني عشان يريبليس اللعيب اللي أصيب لعيب المحترف اللي معهم دوقات الأصيب في كترة ففي بوينجارد جاي عالي المستوى صانع العاب فإذا أنت عندك النهاردة يعني مستوى عالي محتاجين حكام عجال